السلام عليكم تتابعي الأعزاء ومرحبا بكم في قناة مطبخ أون فيزا ومرحبا بكم في حلقة اليوم في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نحضر معكم شربة الفرميسي البجاج بطريقة جيد سهلة و بسيطة ندزل المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله في طنجرة أو طاوة استعملوا اللي متوفر عندكم عندي جوج معلقة كبار ديال الزيت معلقة كبيرة ديال الزبدة بعدما ده بتأزيب دوضة كمية ديال الزيت وضعوا الكمية اللي بغيته وجوجوا حبات ديال البصلة مشلدين في الروبو بعدما وضعت البصلة على الدجاج غدا نضيف 4 معلقة ديال الإبزار 4 معلقة من القرفة مطحونة ومعلقة نص ديال ملحة أو حسب الدوق و 200 جرام ديال الحمص أو اللي حسب الكمية اللي بغيته نفزق من قبل 3 معلقة كبار ديال المعدنوس مقطع وعندي حبات ديال اللفت وحبات ديال القرعة وحبات ديال بطاطا قطعتهم على هذا الحجم وبعدما قطعتهم وضفتهم في الطنجرة نضيف الخضر مع الدجاج يتقلوا لمدة خمسة ديال دقائق على نار مهيلة ونضيف تقريبا اترو ديال المسخون بعدما اخلط جميع المكونات نضيفهم يطيبوا لمدة عشرين دقيقة وبعدما فات عشرين دقيقة قلعت الدجاج وقلعت الخضر وضفت جوج مالك كبار ديال الشعرية وممكن نضيفه أكثر بعدما مع استمزيان الخضر نضيفهم في الطنجرة نضيف شوية ديال الماء عند الضرورة المسخون لا يكون بارد ونضيف الدجاج بعدما قطعته وقلعت له العظام سنخلط جميع المكونات مزيان هنا عندي أصفر بيضة مع جوج ماراق كبار ديال المدنس مقطع ونص حامضة عفوا عاصر ديال النص حامضة وضفت عليه شوية ديال الماراق وخلطت مزيان وبعدما خلطتهم مزيان اضفتهم في الطنجرة مع تحريك المستمر تقريبا دقيقة او لاجوج حتطة بالبيض وبعدما وجدات الشربة هذا هو شكلها النهائي قدمتها بصحة والراحة وحتى انتو ما كانت مننا تجربوها وتقدموها بصحة والراحة كانت مننا تدعمو الفيديو باللايك والبرتاج هذا فضلا وليس امرا مع الضغط على الزل اشتراك وتفعيل جرس بجدائما تتوصلوا بالجديد وشكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم وشكرا لتشجيعات ديالكم شكرا لكم بزاف والى الوصفة القادمة ان شاء الله شكرا لكم